من اطياب الأكلات التقليدية ترصية القديمة الفلافل الفلافل الممكن نعمله بالفول settle for apple or solar سنعمله اليوم بطريقة الفول والحمص مع بعض وهنا اعمل اطياب صندوش فلافل طريقة قبل بليلي قبل 12 ساعة نقعد كبتان من الحمص و انا قعد كمان نصف كيلو من الفول المقشور تاني يوم غسلت و صفيتون بالنسبة للبحرات بدنا الكزبرة يابسة ملعاتين كبار كامون ملعاتين كبار ملعاتين كبار ملع ملعب بابريكا حلوي وشوية كاري اذا بتحبوه عندي هون بيكربونات السودو وبيكون باودر وشوية تحين هلا بولكم كيف منستخدمون اخر شي ومنحطن هلا مع البهرات ونحطن اخر شي بس لما بدنا نقله او لما نخلص عجين دل فلافل عندي باصلتان وتقريبا 6 حبات من التوم ربع بقيت كزبرة خضرة وبقيت دونس ونعنا عيبس او نعنا اخضر صوري هلا قبل كل شي بدنا نعمل تراتور عم باستخدم نسكباية من الطحينة حاططي لها ملعات توم مهروس وحاطي لها شوية ملح والا بضيفة عليها المي شوية شوية مشا ما تطلع كتير رخوة وبحرك وبشوف كيف بدي اياها اولا اوصل ل السمكة اللي بدي اياه ما بديف هلا العصيرة الحامض منشان ما يقرش معي التحينة فاذا بديف المي وبحرك وبس لما اوصل للكوام المطلوب بديف الحامض يعني هون اخدت معي 3 ربع كباية من التحينة تقريبا نسكباية من المي واربع كباية من الحامض اخد ملعة صغيرة ملح وملعة صغيرة من التوم المهروس فيكن تضيفولها شوية فلفل احمر او بابريكا وكمون حطوها بالبراد لنصير ونحضر الفلفل بتلقوها جاهزة. هلا اول شي بدينا نحص انا اللي بدينا نحط نستخدم هادي الماكينة او فيكن تستخدموا ماكينة اللحمة. اه بدينا نحط كمية من الحمص والفول وبصل. وكذبرة وبقدونس ونعنع وشوية بحرات. وبخلطن. واكيد بنا نحط شوية ماء حتى تمشي عنا الماكينة لان هاي دول كل المكونات مكونات سميكة. يعني هتعزب كل الماكينة ازا ما حطينا شوية ماء. فبس ما تكتروا مشان ما يطلع اه يطلعوا كتير رخوين. فهلا اه عملت اول دور وهرجع اعملها دور تاني. بدي نزل الاشياء اللي ما ما انطحنت معي. وحتى احصل على عجينة الفلافيل. فلازم تطحنوا كتير منيح تكون كل شي مهروس ما يبين شي ونحصل على عجينة الفلافيل. هتاخد معكم شوية وقت. بس هيك افضل. هلا طحنت كل الكمية وصارت عندي جازة. هون بعجلهم كلاتهم مع بعض وبعدل كمية الملح. وهوني كمان بهالمرحلة انا وعباجهم العجينة زادت ملعتين ثلاثة من الطحين لاتخلص من كل السوائل اذا كان العجينة فيها اه سوائل بتشربهم كلاتها وقسمت العجينة اللي عندي اه لثلاثة طبحات. شلتهم وحطيتهم بالفريزر وهو اعمل هايدي الطبحة واقلية هلأ مباشرة معكن. فازا انا عم بعمل هون كمية كبيرة يعني كيلو من الفول وتقريبا اربع كباية من الحموص. انا عطيتكن عيار نص كيلو بس. اه حطيت عليهم النصف ملعة صغيرة من الكربوني او بيكربونات السوديوم ونصف ملعة صغيرة من اه بيكون باودر. اه قبل ما بلش اقلي بتقريبا عشر دقايق حتى هتنفوش معي الحبة ونتعطيني القرمة شي اللي بدي اياها. فيكن تستغنوا وتحطوا بس الكربوني او بيكربونات السوديوم. ومتل ما شايفين عم بحطهم بالقالة بتبع الفلافيل. اه بالزيت لازم يكون على نار متوسطة ويكون حامي كتير. وما بقلبهم ابدا الا لا يستوي الوجه التحتاني. حتى ما تفرض ماكن حبة الفلافيل. بعدين بقلب على الوجه التاني. الافضل يكون الزيت غزير حتى الساعة تكون اكتر. حلق ما تكتروا كتير الكربوني او البيكربونات السوديوم والبيكون باودر. ما تكتروني. يعني اتنينت لازم يكونوا نصف ملعة صغيرة مشان ما ينفشوا معكم كتير. ويصير شكلون كتير ما حلوة يعني بشع. فهيد هي الكمية اللي تلت عندي. وهفرجيكم قلبه كيف. قلبه طري ومقارمشي من برة. كتير طيبين. واكيد النقطة مهمة انه البيكربونات السوديوم والبيكون باودر ما منضيفة الا بس لما نقل يعني تحطانيهم بالفريزر ما منضفلون ايها ابدا. بس منضيف الابهارات والملاح. هنعمل قطيب صاندوش فلافيل اكيد بدنا البندورة والكبيس واللفت والخس. وهنعمل قطيب صاندوش. اه للفلافيل اه بهذه الطريقة. ومنلفها. وانشاء الله تكون عجبتكم جربوها. اه يمكن تتعذبوا شوي بتعملوا كمية بتحطوها بالفريزر. بعدين بتلقوهم سهلين. بتطلعوا من الفريزر وبتقلو مباشرة من بعد اكيد ما يدوبوا. فاذا هاي وصوتنا لليوم اشاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك. واشتراك. واذا منكم مشتركين اتشتركوا وتفعلوا زر الجرس لاشاكم كل جديد. او انا بشوفكم بفيديو تاني وصحتان ولا فعافية على الوقون.